رفض محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان التعلق على تصريحات الناصر الزفزافي معتقل حراك ريف التي ادل بها خلال الاسبوع الجاري اثناء جلسات الاستماع اليه من طرف المحكمة حين تحدث عن اغتصابه من طرف عناصر امنية وقال الصبار في تصريح صحفي لا يمكننا ان نعلق ونحن نتابع الموضوع منذ توقيفه وخلال اطوار محاكمته وحتى حدود يوم امس واضاف الصبار حين السكن تهي المحاكمة سنقدم تقرير شامل لكن قبل انتهائها لا يمكننا ان نعلق ويأتي موقف الصمت للمسأل الحقوقي الرسمي اتجاه قضية رائجة امام المحكمة بعد ايام فقط عن تداخل المسؤول نفسه في ملف اخر رائج امامه اقضائية اختار ان يدافع فيه عن طرف ضد اخر على رغم من ان موقعه الرسمي لا يسمح له بذلك وعلم الموقع ان المسؤول رسمي ظل يتصل بالنساء المستنطقات في ملف مدير نشر اخبار اليوم وليوم 24 وكان يحردهن مستعملا عبارة تضامني المطلق ولا مشروط مع جميع الضحايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة